الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو أهلا وسهلا فيك ببرنامجنا سعيدين جدا باستضافتك أهلا وسهلا شكرا على الدعوة شكرا العيون متجهة الآن تجاه إدلب بتسجير صوتي إلك حكيت أنه بالنسبة لروسيا تركيا أهم من إدلب حاليا ماذا تقصد بهذا الكلام؟ بقصد أنه إدلب هي مكسب جزئي بالنسبة لروسيا في حال أعادت النظام إلى إدلب بينما تركيا هي الحقيقة مكسب استراتيجي كبير وما أحد يضحي بمكسب جزئي من أجل المكسب كلي إذا نجحت روسيا بأنه تدخل تركيا مع إيران بحلف بتكون بدلت توازنات لقبار المنطقة كلتها وبالتالي ما لها مصلحة نيائيا أن تبعد تركيا عنها لأي سبب كان بما في ذلك إدلب لأنه إدلب فيه إلى حلول أخرى غير أنه يفوت النظام عليها أو يفوت الروس عليها أو تصير فيها مجازير أو إلى آخرين يعني هذا بيعني أنه أي حل حاليا في إدلب أو أي تحرك باتجاه إدلب سيكون بموافقة تركية كون روسيا هي المتصدر أي تحرك سيكون بالتفاهم مع تركيا والتفاهم مع تركيا ممكن لأنه في اتفاق يتخفض تصعيد تقول أن المنطقة منفصلة إداريا عن النظام وأنها تستطيع أن تحافظ على قواها المقاتلة فإذا كانت تركيا وافقت على اعتبار النصرة تنظيم إرهابي وروسيا تعتبر النصرة تنظيم إرهابي فهذا علامة على أن تركيا مستعدة تقاتل مع روسيا ضد النصرة بينما فيما يتعدى ذلك طرق الدولية وإلى آخره يمكن أن تفتح بإشراف تركيا ومشاركة روسيا واتفاقية خفض التصعيد تلزم روسيا باحترام انفصال استقلالية النظام عن المنطقة عن النظام إلى أن يكون هناك مفاوضات سلام وبالتالي ما في داعي فوق جيش الأسد عليها بالعكس ما منوعي فوق جيش الأسد عليها بصيد التحذيرات متتالية حتى ترامب يعني يومين هم يحكي أنه لا يمكن أن تحدث مأساة سالية اليوم في تصريح لأردوغان فائق الخطورة ولا ترامب أيضا لا ترامب بس أنا بعتقد تصريح أردوغان أهم لأن تصريح أردوغان عم يقول للروس إدلب مقابل علاقاتنا معكم إذا بتدخلوا على إدلب معنا في علاقات بين روسيا وبين تركيا بالشكل الحالي هذا سيكون غلطة استراتيجية كبرى لروسيا إذا عملتها تصور ما بيعملوا ما هو أسوأ سيناريو متوقع في إدلب؟ أن يدخل النظام وأن يدخل الروس إلى إدلب مثل ما دخلوا على الغوطة مثل ما دخلوا على ريف حمص الشرقي مثل ما دخلوا على الجنوب هذا أسوأ السيناريو سيناريوهات بالنسبة للناس قبل كل شي لأنه في ملايين العالم والبشر أهم من الأرض وأهم من السيادة وأهم من السياسة وأهم من كل شي صحيح نحن شعفين الشعب السوري كيف ضحي به من أجل سلطة بس بيظل الإنسان أهم من أي سلطة أهم من أي سياسة هذا أسوأ السيناريوهات أن يستهدف هذا العدد الكبير من السوريين الذين غالبيت انتركوا غالبيت انتركوا المناطق اللي دخل علي النظام لأنه ما بدون حكم النظام وما بدون يكونوا تحت سيادته وجاءوا إلى هذه المنطقة باعتبار منطقة آمنة وفي ضمانة تركية وفي اتفاق في خفض تصعيد هو اتفاق دولي منص الاتفاق يقال أنه هذا اتفاق دولي بتسريب صوتي إليك ما مرفض التسريب صحيح أنت صحيح لي قلت أنه ثوار 2011 كانوا على خطأ أو ارتكبوا أخطاء كبيرة قلت وما أزال أقول أنه الثورة ارتكبت أخطاء هائلة ما بس أخطاء كبيرة يعني أنت تثوري ثورة ما عنده خطة ما عنده برنامج شو هي أبرز هاي الأخطاء هاي الأبرز الأخطاء ما عنده وحدة ما عنده قيادة ما عنده برنامج ما عنده خطة ثم دخل إليها من جاءوا من الخارج وجوفوها من الداخل بالحقيقة وحولوها من ثورة طلب الحرية إلى صراع أهلي كان النظام يخطط له صراع مذهبي كان النظام يخطط له هذه كلها يعني عم نحصد نتائج اليوم فهذه يعني يعني أنا من واجبي كوطني سوري أن أقول عندما يكون هناك خطأ يا جماعة في خطأ طيب ألا تعتقد أنه النخب المعارضة وأنت أحدهم هي من يعني أكثر الأشياء التي بارزت في تراجع الثورة أيضا أنا بعتقد أنه نحن كنخب لم نلعب الدور اللي كان لازم نلعبه في خدمة الثورة هذا مؤكد بس بعتقد أنه ما يلطف من أخطائنا الكثيرة من دورنا بالأحرى أنه ما كان عندنا فرصة أنه نقدم بالواقع للثورة ما تريده لأنه بسرعة دخلت بسراعات عربية أقليمية دولية وصارت القوى المقررة غير سورية لأنه نحن وللنظام ما عندنا بعد كم شهر الأطراف المقررة بالثورة فأنت كان فينا تتحكي بأي متنا بديك كلام صحيح لكن هذا الكلام لا يجد ترجمة له على الأرض فصارت النخب فعليا كأنها لم تعود نخب بها المعنى لكن هذا يعني هذا يعني يضع اللوم على النخب أكثر من الشعب الأشخاص يعني أنتو لسه لكم ممكن يكون يعني قدرة سياسية أو علاقات مع دول حليفة مو مثل الشعب اللي لا حول له ولا قوة يعني ألا يقع الدم عليكم أكثر كنخب سياسي ما بس يقع اللوم علينا أكثر من الشعب أنا برأيي كل الأخطاء اللي ارتكبناها صححها الشعب بدمه فنحنا يعني الشعب ما نمخطئ أبدا الشعب طلع يقول بدي حرية لأنه مظلوم طلع يقول بدنا عدالة لأنه مظلوم طلع يقول بدنا مساوات لأنه وفي مساوات طلع يقول كرامة إنسانية إذا أنت تقصد بسوار 2011 مو الشعب والناصر لا 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 أقصد هذا الجمهور الهائل بيوم اليوم طلع يوم جمعة منهم لا ينسوري 35% من شعب سورية كان نزل مظاهرات يمكن هاي حادثة فريدة بتاريخ البشرية كلية أنه تلت شعبي بينزل مظاهرات الشعب قدم كل ما كان عليها أن يقدموا من أجل أن تنتصر قضيته العادلة لكن الوضع ركب مثل ما حكيت لك دوليا وأقليميا وداخليا والنخب ما قدر تلعب أي دور وأعتقد أنه هي ملامة بأنه ما قدر تلعب أي دور وأنا طبعا منها يعني أنا لا أبرق نفسي في شخصيات تأخذ عليك تصريحاتك أو تسريباتك خلينا نقول كتير تسريباتك بالمناسبة لا أنا ما عندي تسريبات كلها تسريحات تسريحة وواضحة وعلنية تسريحة لميشيل كيلو أنه 99% من سوار هنزعران شو ها هذا تسريح ولا تسريح لا هذا تسريح أنا قلت 99% من اللي أنا تعرفت عليهم ما قلتم للسوار قلتم اللي أنا تعرفت عليهم بالسورة كانوا نصابين وكذابيين وإلى آخر وهذا الكلام قيل بمناسبة أنا دعيت روح على أمريكا لأحضر لقاء حول تشكيل الشي اللي أنا اقترحته ساحة خارجية للسورة فبيطلع أحد الأشخاص من أمريكا وبيوصف اللي داعيين له اللقاء سيدات فاضلات طبيبات علماء أساتز الجامعات إلى آخره عاملين مبادرة لخلق حال الضغط على الكونغرس وعلى النظام الأمريكي لمصلحة الثورة السورية بيوصفهم بكلام فضيع عاهرات ومعاهرات وإلى آخره فأنا قلت لحالي لا هاي حالة زعرنة مثل كتير حالات الزعرة اللي أنا شفتها واللي فعليا أنا السلها أنا خلق موقفية أنا شفت مر علي حالات زعرنة هائلة باسم الثورة ألا سألي مين ما بدك بيقول لك معه حق نسأل حدا تاني نسمع تصريح حدا نسمعه ونرجع ونكمل الحوار بس مش الشعب مش الناس لا مش شعب حدا مش شعب أنا مقصد الشعب شخصية شخصية لبنانية الشعب قدم كل ما يمكن أن يقدم زياد الرحباني خلينا نسمع رأي زياد الرحباني فيك يعني مش الكلو اليوم وين هو موجود مش الكلو موجود عنده ملاحظات على المعارضة أكثر من النظام يعني في كتير من المعارضة صارت عم بتقول انه خربنا سوريا للآخر سمعت رأيي زياد شو بترد عليه شو رأيك يعني أول شي أنا من واجبي كوطني سوري إذا كان في مسار أعواج أني يقول هذا مسار أعواج هاي محاولة لإصلاح السورة وليس محاولة ضد السورة للأسف الشديد استمتنا لحتى نصلح مسار السورة حتى تطلع من الفخاخ اللي نصبت إلى من النظام ومن القوى الأقليمية والعربية والدولية والعزلة وإلى آخره فأنا واجبي أن أقول كلام نقدي من أجل الإصلاح أحوال السورة وهذا لخدمة السورة والأمصلحتها أما علاقتي بالنظام هي علاقة تنافي كاملة أنا لا أقبل أنا ما عم قدم نقد للنظام لصلحه أنا عم قدم نقد لأفنيه لبيده لحتى ما يظل منه أسر بسورية على الإطلاق لا من رموزه ولا من بنته ولا من سياساته ولكل الحكي هذه ما أنا مثل هذه زيادة الرحباني مصاب لما بيحكيها الحكي أنه أنا ما عاد في شي عم بعمله إلا عم منتقد السورة أكتر ما كنت عم منتقد النظام أنا عم رم منتقد النظام بمعنى أني بديه يصلح حاله أنا عم تقده كل الوقت كل الوقت لحتى هبطه مش لحتى صلحه بينما هون السورة أنا جزء منها أنا جزء ما بس جزء منها أنا واحد من اللي تعبوا كتير مشانة أنا واحد من اللي انخرطوا فيها بكل إخلاص واللي قدموا لكل الخدمات الممكنة ولا يمكن أن أتخلى عنها هي سورتنا وبيني وبينيك هي رهاننا الحياتي ولولا السورة صارت كنا متنا يعني نسوة فرنك ضمن التوسع اللي إجت في الائتلاف والكتلة التي وجدت في الائتلاف ألا تعتقد أنه أنت كنت من الكتلة اللي تسببت بأنه الائتلاف يعني تراجع وكمان فشل خلينا نقول لا الائتلاف فشل بعد أن شكل بثلاث أسابيع لما تأسست أركان للجيش الحر لم يدعى الائتلاف إلا وتأسست برعاية عربية لم يدعى الائتلاف إلا فهذا كان معناها أنه بالمعنى السياسي أنتم مانكم مرجعي إلى اللي بيشتغلوا على الأرض عسكريا واللي بيشتغلوا على الأرض عسكريا مانون تابعين في الوقت صار هاي الفرقة بين الجهاز العسكري والسياسي لا لا برأيه هذا حجر الأساس هذا حجر الأساس كان لفشل كل العمل المعارض ما بس للإتلاف لما فتنا نحنا فتنا لحتى نكون قيمة مضافة وكنا كل الوقت قيمة مضافة بالإتلاف لم يفعل الإتلاف شيء على الصعيد الوطني إلا كنا نحنا وراه أو مساهمين فيه وكل يوم كنا نقدم اقتراح لتحسين عوضاع الإتلاف في أشخاص بيحطوا اللوم عليك أنك أنت رشحت الجربة وكان أداءه جداً سيئ بالإتلاف أنا ما رشحت الجربة أنا وافقت على أن يكون الجربة رئيس إتلاف واللي جاء بالجربة لو أنا ما رشح الجربة وقدر جيب رئيس إتلاف يعني مفروض العالم تلومني لش ما انتصرت الثورة هو يعني مفروض يلوموني لش ما طلعت قرابة هو كان يعني أداءه جداً سيئ لا الجربة بين اللي إجوا على الإتلاف أظن أنه كان أداءه بين الأفضل الأفضل بين الأفضل رغم أنه بالمعنى كتير حي هاجموك على هذا الكلام معلوش يقول للبي الدنيا ما حد هاجموا للجربة وانتقدوا قدي أنا بعد شهر ونص من أنه الجربة صار رئيس إتلاف وكان عضو كتلة ديمقراطية أنا رئيسة أنا اطرحت بعد شهر ونص باجتماع للكتلة ديمقراطية أن نقول الجربة لا ينفذ ما اتفقنا عليه وأنه لازم نطرده من الكتلة ديمقراطية ونسحب تأييدنا إلوه وعندما لم يوافق الشباب بالكتلة ديمقراطية سحب تأييدك إلوه كان ضليت سنة وأنا كل أسبوع أكتب مقالة ما ضد سياسته وضد نهجه إلى آخره ولا حدا بالدنيا قاوموا أكتر ما أنا قاومته بس للأمانة بأيامه رحنا على الأمم المتحدة رحنا على مجلس الأمن الدولي اعملنا اجتماع بمجلس الأمن الدولي رحنا على الجامعة العربية مرتين ثلاثة وكان أمامنا أفاق كبيرة لولا طموحات أحمد الجربة الفردية لكان رجلا مقبولا بالظرف العام اللي نحن موجودين فيه بس كتير ركبته فكرة أنه هو بشار الأسد المعارضة أي حدا بنحط على الكرسي كأنه بتحلاله بعيد عن السياسة نرجع لورا كتير كتير في مجلة كان اسمها مجلة قاسم كنتكتب فيها قصص أسامة أسامة أوقات أسامة 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 ألي يسرب لي المعلومة لا لا أسامة فيه كان قصص يعني من أروع ما يكون قصص أطفال وقرأت أنا كم قصة فعلا مميزات شو العظم الأديم أنا جيت عوزارة الثقافة من ألمانيا سنة ستة وستين توظفت بالسبعة وستين بإيار سبعة وستين قبل أنت صارح زيران بشي أسبوع أنت ما تتذكري كنت صغيرة أو ما كنت يستولدتي زيران كان انتصار تحرير وأنه خلال يومين من فوت من صيف بنهارية ومن وصلة الأبيض معارضة التحرير كبيرة كانت هيا من الانتصارات الحقيقية هزبه بنص ساعة المهمة ستة فبالوزارة ما لا أقولي شغل أنا دارس بألمانيا وجاية فحولوني بعد فترة على مجلة أسامة أساسني ترجم قصص وإلى آخرين من الألماني بس بأتباري زلمة يعني بيأخذت الأمور جد فقعدت أخذت الأمور جد أني بدي أكتب قصص للأطفال فصرت أكتب قصاص ترجم قصاص أخطبة قصاص حط أفكار لقصاص وإلى آخرين ما بتفكر تجعل كتابة كتابة القصص أو روايات لا أنا كاتب روايتين بعد فترة بدي ينشرون لو لو ضيع واحدة منهم كانت نشرتهم من زمان ضيع بها البساطة للأسف ما بعرفين راحت كأنه في قرارة من تختفي ولا في حدا أنا كانت عندي على الورق ما شفتها ما في حدا أنا أعطيها وشجأ شافها كانت بعى الكمبيوتر وراحت الجزء الأول موجود الثاني للأسف الشديد ضايع لو لو ضيع كان من زمان إن نشرت وأنا واسق إن كانت عملت شوية فرقعة بس أنا هلأ صعب علي لأنه بتعرفي طلعت يوم تهيك من روحي كتبت الروايتين خسارة ميتين وخمسين صفحة بشهر و13 يوم شغلة دفقة من روح طلعت هيك فيها كل تجربتي وكل فهمي لمضاء الاستبداد وكل القصص اللي علاقة بالأجواء الأسطورية اللي عاشت أنا وطفل كان تبي تحكيها وكان جدي يحكيها وإلى آخرين للأسف لا بدي لاقية لازم لاقية تضيع كانت الكاتب والمعالب هلأ عم بكتب تات كتب مكتب واحد نحن بانتظار الكتب وبدنا نسخة أول نسخة طويلة إن شاء الله إن شاء الله سعيد جدا بس إضافتك شكرا كتير شكرا جزيلا شكرا جزيلا حتى جزيلا شكرا شكرا